تحقيق جديد مكون من 200 صفحة كشف حقائق مهمة وخطيرة حول الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني ماذا كشف التحقيق؟ الحقائق صادمة بالنسبة لنا وللناس أيضا الأولى ترك المجال الجوي مفتوحا عمدا ثانيا قصة الاختلال والخطأ في تحديد هوية الطائرة من خلال نظام تحديد الطائرات هي كذب ومستحيلة نحن نعلم ونفهم أن نظام التحديد التابع للحرس الثوري يعمل حتى أنه يستخدم في سوريا أيضا اكتشفنا أيضا والجميع يعلم أنهم دمروا كل شيء بالجرافات لكنهم أيضا دمروا الهواتف النقالة للضحايا وانتزعوا شريحة الذاكرة بطريقة لا يستطع أحد أن يعلم ماذا حصل كذلك اكتشفنا أنهم كانوا يضققون في المسافرين ليتأكدوا من عدم وجود أمريكيين التقرير الذي كشفته مؤسسة أسر الضحايا شارك فيه 24 شخصا من بينهم عائلات الضحايا وخبراء في مجال الطيران العسكري وخبراء قانونيون ومحررون ومترجم إيران لديها شهر آخر للإجابة على أسئلتنا على طاولة المفاوضات لكنهم يرفضون ذلك بعدها ستذهب قضيتنا إلى المنظمة الدولية للطيران المدني والتي تضم 36 عضوا سيقررون ماذا يفعلون مع إيران بخصوص هذه الجريمة التي ارتكبوها التحقيق كشف أيضا أن هناك 57 دقيقة تأخير لإقلاع الطائرة لا يعلمون ماذا حصل خلالها أما الهواتف التي تسلمتها أسر الضحايا فهذه كانت حقيقتها هذا هو الهاتف الذي تسلمته وقالوا أنه لزوجتي بعد التحقيق اكتشفنا أنه ليس هاتفها وقد انتزعوا شريحة الذاكرة منه لازم نحقق فيه لأننا نعلم أن هذه الأضرار متعمدة وهذه ساعة الأبل إنها لزوجتي لكنها بدون أي معلومات إذن استلم حامد هاتف زوجته وتبين بعد التحقيق أنه ليس لها وليس ذلك فقط بل تم تدميره وانتزعت شريحة الذاكرة منه أيضا رفاه سعد الحدث تورنتو